الله أكبر أما الأمر الآخر فالفرق بين التعبدات والعادات نعم فالتعبد يشمل إطلاقين تعبد عام وهذا يدخل فيه حتى استعمال الحلال إذا استحل الإنسان الحلال فقد تعبد بذلك نعم أنه استحلوا لله كما قال الرجل لرسول الله سأسلم رائته لديت المكتوبات هذا قال واستحللت الحلال حرمت الحرام ثم لم يزدع لا ذلك شيء أنا أدخل الجنة قال نعم فهذا الرجل ذكر الضمام ابن ثعلبة لا لا ليس الضمام ابن ثعلبة حديث آخر نعم فهذا الرجل ذكر أنه يستحل الحلال وعد ذلك مع إقام الصلاة وإيتياء الزكاة وترك المحرمات نعم فاستحلال الحلال هنا المقصود به جانب تعبده من التعبد الأعلى أو العام جدا فالمقصود به اتباع الشريعة مطلقا في كل شيء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه قالوا أيتها أحدنا شهوته ويكون له بها أجر قال رأيتم لأ وضعها بحرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها بحلال يكون له أجر نعم وفي حديث سعد بن أبي وقاص قال حتى ما تجعلوا قال إنك لنتم في قنافقة تبتغي بها وجه الله إلا وجر تعاليها حتى ما تجعلوا فيه في مرأتك نعم فهذا من التعبد بمعناه العام الذي هو التقرب إلى الله حتى يشمل سماء الحرار نعم كما قال أبو الدردان إني لا أحتسبه في نومتي ما أحتسبه في قومتي نعم التعبد له معنى آخر مخصوص وهو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما شرع بالخصوص من امتثال الأوامر واجتناب النواهي نعم ويكون في مقابله المباحات خالص عن نطاق التعبد نعم وحينئذ كل الأوامر سواء كانت وجوبا أو ندبا فهي داخلة في التعبدات نعم واجتناب النواهي كلها سواء كانت محرمة أو مكروهة داخل في التعبدات نعم أما المباحات المحضة فهذه لها ميزان آخر نعم هذا الميزان هو ميزان المصلحة هذا ميزان المصلحة يرجع فيه للعادات هي المرجع فيه نعم لأن المصالح تختلف من شخص إلى شخص ومن زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان نعم قد يكون يقال المصلحة شرب الماء نعم لكن هل يمكن أن تشرب الماء دائما في كل وقت وفي كل زمان هذا مصلحة نعم هذا يوزن بقياس المصلحة ولذلك كان من القواعد الفقهية المتفق عليها أن العادة محكمة نعم العادة محكمة لكن المقصود بذلك المرجعية لهذه القاعدة في العقود نعم مثلا إذا تعارف التجار على أمر أنك إذا اشتريت مني هذا الثوب أن يكون طيه وخدمته مني أنا نعم أو اشتريت مني هذا الطعام أنا أحمله لك هذه العادة من الناس هذه العادة محكمة نعم وهي التي قيل فيها المعروف عرفا كلمسروط شرطا نعم هذه العادات المحكمة نعم وكذلك الأعراف المسكوت عنها إذا جرى عرف الناس على أمر معين فسكتوا عنه لم يذكروه بالعقود فهو ملزم نعم لأن العرف جرى به نعم والفرق بين العادات والأعراف أن العادات قد تكون شخصية وقد لا يطلب فيها التكرار الكثير والعرف لا يكون شخصيا بل يكون عاما وأيضا لا بد أن يكون من التكرار الكثير حتى يستقر نعم ولا بد أن يكون العرف العادة غير مخالفا لشراء الله نعم عرف صحيح عرف فاسي نعم إذا كان العرف مخالفا لشراء الله لما درج عليه النساء في بعض المناطق بكشف شعور رؤوسهن نعم هذا عرف باطل نعم مخالفا لشراء الله نعم وكذلك قد تكون العادة مخالفة لشراء الله كعادة بعض الناس في الوضوء أنه لا يغسل مرفقيه نعم يغسل على يديه في قطة سبحان الله نعم ما سمعوا بالآية ما سمعوا بالآية أو سمعوا بها ولم يفهموها نعم فهذا النوع من العادات عادات باطلة لأنها مخالفة لكتاب الله نعم فلذلك العادات في غير هذا والسعى الشارع فيها شنص اللباس نوعه خياطته قماشه نوع استعمال المنافع الأخرى النظارات السماعات المكبرات المطاعم والمشارب والملابس والمساكن والمراكم والمبارش والمساكن وغير ذلك نعم وحتى العلاجات والصحة نعم ما يتجدد على الناس هذه كلها راجعة إلى عادة الناس وهذه راجعة إلى الحكم العادي نعم الذي هو يثبات أمل platinum لأمرنا ونفيه عنه بواسطة التكرر مع أصحة التخلف والأصل في العادات الإباحة الأصل في العادات كلها الإباحة نعم إلا إذا ورد الحاضر إذا جاء حاضر فإنه يمنعها ولذلك دليلها دليل عقلي نعم وهو البراءة الأصلية نعم فهذه دليل عقلي نعم النباحة الأصلية والبراءة الأصلية دليل العقلي نعم نعم ولا ينسخ وهذه دليل العقلي لا ينسخ لا ينسخ نعم لا يقال إنها كان أن الخمر كانت مباحا ثم نسخة بآية لا لأنها كانت على البراءة الأصلية نعم وتحريمها ليس ناسخا لإباحة سابقة نعم